قال رئيس وكالة المخابرات البريطانية أن سيطرة الطالبان على أفغانستان شجعت وجرأت المتطرفين ويمكن أن تؤدي إلى عودة مؤامرات لشن هجمات كبيرة على غرار ما فعله تنظيم القاعدة ضد الغرب وقال المدير العام للجهاز كين مك كالوم أن المملكة المتحدة قد تواجه مخاطر أكبر بسبب انسحاب قوات الناتو والإطاحة بالحكومة الأفغانية المدعومة دوليا مضيفا أن هذا التغيير لن يحصل بين عشية وضحاها لكنه يمثل دفع معنوية كبيرة للمتطرفين هذا وحذرت الأمم المتحدة من أن تجميد أصول أفغانية بمليارات الدولارات لإبعادها عن أيدي طالبان سيؤدي حتما إلى انكماش اقتصادي حاد وقد يدفع ملايين الأفغان إلى براثن من الفقر والجوع دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس المجتمع الدولي لإجراء حوار مع حركة طالبان في أفغانستان إذا أردنا أن لا تتحول أفغانستان إلى مركز للإرهاب وإذا أردنا أن لا تخسر النساء والفتيات كل حقوقهن التي اكتسبنها في المرحلة السابقة وإذا أردنا أن تشعر الإثنيات المختلفة بأنها ممثلة في الحكومة فعلينا أن نبقي على حوار مع طالبان حوار مبني على المبادئ ينضم إلينا للمزيد مفادنا إلى كابل عبد الله أبو هلالة ومن واشنطن مرسلنا جو تابت ومن لندن مرسلنا أشرف سعد وأبدأ معك عبد الله وما الجديد اليوم والتحركات إن كان في المطار وغيره نعم بالفعل كارولينا كانت هناك تحركات منذ الصباح الباكر حيث وصلت طائرة إماراتية تحمل على متنها عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية العاجلة الموجهة للشعب الأفغاني الأفغاني ضمن جسر جوي من المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الأفغاني على صعيد آخر أيضا كان هناك اليوم طائرة أجلت الدفعة الثانية من رعاية ومواطنين لدول أجنبية كلهم وجميعهم من الأفغان تقريبا نتحدث عن 180 شخص صعدوا علامات تلك الطائرة كلهم يحملون أوراق ثبوتية وجوازات صفر وجنسيات أجنبية بعضهم من بريطانيا بعضهم الآخر من هولندا والبعض الآخر من بريطانيا وألمانيا حتى ألمانيا أيضا أيضا لم يتمكن الجميع من الصعود على متن تلك الطائرة نظرا لافتقار بعض الأشخاص لأوراق صفر أو وثائق صفر تمكنهم وتؤهلهم من الصعود على متن تلك الطائرة فيما يتعلق بالوضع الإنساني هنا الشارع الأفغاني قلق جدا من تدعيات حكم طالبان التي حتى اللحظة ووفقا لبعض المصادر لم تبدي الحركة أي مرونة في التعامل مع المجتمع الدولي تعهدت طالبان بتشكيل حكومة تشمل جميع العطياف السياسية لكنها في الواقع اكتفت باختيار أفراد وأشخاص من قياداتها في تلك الحكومة رغم أن حكومة طالبان تقول أن تلك الحكومة حكومة انتقالية لتسيير الأعمال لكن المجتمع الدولي ينظر إلى ذلك من منظور آخر هناك أيضا قلق وتخوف من عودة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي قد تجد في أفغانستان ملاذا آمنا لها وبالتالي المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة يترقب ما الذي ستقدم عليه حكومة طالبان وهناك دعوات من جوتيريس للحوار مع طالبان أنتقل إلى جو تابت مرسلنا من واشنطن إحاطة أكثر حول آخر المواقف مع اقتراب الذكرى العشرين عام على هجمات الـ 11 من سبتمبر طبعا مع اقتراب هذه الذكرى العشرين لهجمات الـ 11 من سبتمبر هناك مواقف أمريكية متشددة غالبيتها يصدر من أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يحذرون إدارة الرئيس جو بايدن من التعامل مع حركة طالبان هناك في الواقع مخاوف أمريكية حقيقية من أن تعود طالبان إلى حياء سياسات سابقة مع جماعات إرهابية هناك عواقب قانونية تعترض على اعتراف بحكومة طالبان لذلك الموقف الأمريكي ما زال حذرا هناك تأييد لكن في الواقع هناك حذر كبير في هذا المجال أنتقل إلى لندن مع مراسلنا أشرف سعد هناك مواقف لافتة أشرف لرئيس الوكالة وكالة مخابرات البريطانية التي تخوف أيضا من عودتها هجمات ضد الغرب وأيضا أعلن عن هجمات التي تم أحبطها تفاصيل أكثر معك وأيضا عن مواقف بريطانية أيضا إن كان لبوريس جونسون أو غيره بالطبع هذه التصريحات كارولينا تأتي في إطار الاهتمام الإعلامي بهجمات 11 من سبتمبر الذكرى الألعشرين لهجمات 11 من سبتمبر وبالطبع التي سبقت هجوما عنيفا على شبكة المواصلات هنا في لندن التي عرفت بهجمات 7-7 أو هجمات 7 من يوليو عام 2005 كلها بالطبع كانت موقظة للغرب أو جعلت عين الغرب تفتح أكثر على أنشطة التنظيمات الإرهابية التي ضربته في عقر داره هنا في لندن وبالطبع دفعت الغرب إلى أخذ الحذر أكثر ومحاولة تتبع التنظيمات الإرهابية حيث معاقلها الرئيسية خاصة بالطبع في أفغانستان أكثر ما تخشاه بريطانيا حاليا هو أن تعود أفغانستان مرة أخرى ملاذا للتنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة ومن هناك تنطلق هجمات جديدة ضد الغرب لكن مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية يتحدث عن نجاح أجهزة الأمن البريطانية في أحباط أكثر من 30 هجوم خلال السنوات الأربعة الماضية بل أنه تحدث عن 6 هجمات خلال فترة تفشي وباء كورونا في بريطانيا يعني خلال العام والنصف الماضيين تقريبا كل ذلك أكثر ما تخشاه بريطانيا في الحقيقة هو هجمات الذئاب المنفردة أو اللوني وولف كما تسمى هنا وهي بالطبع هجمات لا علاقة لها مباشرة بالتنظيمات الإرهابية ولكنها فقط مرتبطة بالتعاطف مع هذه التنظيمات وهذا ما يخشاه مدير الاستخبارات الداخلية البريطانية أن متعاطفين مع التنظيمات الإرهابية يشعرون بالفخر لنجاح طالبان إذا ما جز التعبير في طرد القوات الأجنبية من أفغانستان ربما يستعدون لشن هجمات جديدة على الأراضي البريطانية شكرا جزيلا لكم من لندن كان معنا مراسلنا أشرف سعد من واشنطن جو تابت ومن كابل مفدنا عبدالله أبو هلالا شكرا جزيلا لكم